الجزء الثاني هو متعلق بخطاب القيد خطاب القيد أكد على ثلاث معاني حدد ثلاثة موعيد للقيد الإفريقي من واحد لعشر سبعة وهي الموعد الذي سترسل فيه القائمة المبدئية بحد أدنى 23 لعب هذا المعاد لا يجوز الاستثناء فيه ولا يجوز تغييره بأي حال من الأحوال لأن هذه الموعيد موعيد القيد الإفريقي أساسا مرتبطة بـ 52 اتحاد أهلي سترسل أسماء أندياتها لهذه البطولة الإفريقية وسيلتزم الجميع بهذه الموعيد لا يجوز الاستثناء في موعيد القيد وإذا حدث استثناء في موعيد القيد سيكون الاستثناء لكل الأندية وبالتالي أي تغيير إذا حدث ده إذا حدث على القيد الإفريقي سيكون لكل الاتحادات الأهلية لن يكون هناك استثناء في مصر مع باقي الاتحادات الأخرى لأن القيد مرتبط بنظام الـ Team S ومرتبط بكل الأندية السواسية وهناك عدالة وتكافف الفرص الاتحاد القري يسعى إلى تطبيقها تبقى للائحة النظام الأساسي للبطولات الإفريقية ولائحة النظام الأساسي لمسابقتين دور الأبطال وكاس الكونفدرالي وبالتالي هذه الموعيدة التي حددها الاتحاد الإفريقي بالنسبة للقيد موعيد سبتة وإذا حدث أي تغيير وأعتقد إذا حدث ده هيكون لكل الاتحادات لكن نحن الآن نتعامل مع الخطاب الأخير الذي أرسل بخصوص موعيد القيد من 1 إلى 10 سبعة هو الحد الأدنى لقيد 23 لعب ما ذكر من موعيد أخرى بعد هذا المعاد هي موعيد استثنائية فيما معناها إذا لم تقيد عدد آخر من اللاعبين في هذه الفترة الزمنية هناك قيد بمنع مشاركة هؤلاء اللاعبين في الأدوار التمهيدية ودور الـ 32 مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 500 دولار في الفترة من 21 سبعة إلى 30 سبعة لكن فترة من 11 سبعة إلى 27 غرامة 250 دولار وبالتالي هناك معاد أساسي ومن 1 إلى 10 سبعة وهناك معاد آخر لغاية 31 سبعة المعادين مهمين لأن المعاد الأول بيتعلق بإرسال الحد الأدنى واللي لازم يرسل في هذه الفترة بأي حال من الأحوال وبينطبق على ذلك أنك في التوقيت ده عشان ترسل اسم 23 لعب في القائمة المبدئية لغاية 10 سبعة لازم يكون التيم اس والقيد المحلي فتح في مصر في أول عشر أيام من شهر يوليو وبالتالي النادي الأهلي بيسعى من خلال المذكرة والشك والتي أرسلت لجنة التظلمات على تأكيد كل هذه المعاني في كل بيان بيصدر وفي كل مذكرة بترسل إلى اتحاد كرة القدم